بالأخص أن هما يهتموا شوية بالولاد كلام حضرتك ده مهم جدا وإحنا اليوم زي ما أنتم تابعانا بنتكلم عن الإدارة والإدارة دي إذا كانت نايمة على حالها وما بيتمارس صدورها بنلاقي هذا النموذج الواضح من الاستهتار والفوضى والقلق اللي بيستشري داخل الأسرة أشكرك جدا مدام سلوى على هذه الصرخة وكلامنا واضح جدا لكل من يتابع هذه الحلقة من مسؤولين ومدير مدارس الخطاب طبعا وأنا قلت في البداية إياكوا تظنوا أن إحنا سيدنا المعلم المعلم معانا في كل وقت مش هنظلمه إنما هنقوله إذا كان بيستخدم آلية الانسحاب من الموقف التعليمي وإنه يدخل الفصل يكتب العنوان ويعد حاضر جسديا في قلب الفصل عشان يتقال إن الأستاذ موجود إنما لا يخلص في أداء عمله وأنا قلت الكلام دا من قبل هذا المعلم سيفيدفع السمن غاليا في حياته قبل ما ماته دي أول رسالة للمعلمين رسالة الأخرى إذا كان المدرس بيتجاهل دوره وبيتجاهل رسالته داخل الصف هنا ييجي دور الإدارة المدرسية الإدارة المدرسية أيها الإخوة الكرام من مسؤولي وزارات تعليم في عالمنا العربي والإسلامي وكل من يتابعنا عبر هذا البرنامج ليس دور مدير المدرسة إنه يبقى مهتم بتحصيل الرسوم فقط أو إنه يكتهد في متابعة الحضور والغياب فقط أو إنه قاعد في قلب المكتب بتاعه بيستقبل الزوار من رجالات الدولة ومن الأحباء والأصدقاء من كل مكان أو حتى الموجهين اللي بيجوا من بره بدل ما يروحوا يشوفوا الفصول ويتابعوها بيقعد عند مدير المدرسة يشرب القهوة ويشرب الشاي وكأن محد يسمع عنه أو جي المدرسة وخلاص عشان يوقع ويمضي هذا أمر سائد في بعض بل في كثير من مؤسسات التعليم لأنه المفروض يبقى في رقابة على هذا الأمر هذه دعوة هامة جدا من خلال هذا الاتصال الحي وأنا بشكر كل ولي أمر يبقى عنده غيرة ويرفع ما يعاني ابنه إلى وسائل الإعلام والله العظيم أنت أو أولئة الأمور أو الناس اللي بتتابع أو كل واحد كلف حاله وصرخ هذه الصرخة ويعبر عن رأيه في هذا المشهد كتير جدا من الأوضاع داخل الصفوف وداخل المدارس ستتغير لأنه الرقابة والمتابعة هي رقابة ذاتية من الأهل أولا ثم على المؤسسة التعليمية وفيه مجتمعات تعليمية ما بتمشيش إلا إذا كان هناك العين التي تتابع وتشاهد وترصد ما يدور أنا قلت في بداية الحلقة أن هناك عبء وحمل كبير جدا على كتير من من يقوم بإدارة المؤسسات التعليمية أعباء إدارية من ناحية أعباء على المستوى المهني من ناحية أخرى مش قادر يشتغل أعباء على المستوى الفيزيقي أو المبنى بتاعه مبنى ضيء مش عارف مفيش مكان لنشيطة مفيش الفصول مكدسة في فصول أحيانا بيوصل أعدادها إلى أكتر من 80 طالب من 80 تلميذ هذا مأزق كبير جدا بيواجه الإدارة داخل المدرسة أيضا مديري المدارس في حل من أن انت تقوله اغعد تابع الولاد طول السنة هما دفع الرسوم ولا لأه وبالذات في المدارس الحكومية لأن دور الأسمى والأحسن والأعظم مغيب أنه يتابع الفصول أنه يعقد ميساق أخلاقي مع المعلمين ومع الإدارة أنه يتابع الولاد ويتابع بعض الحالات بنفسه ويمر ويسأل في قلب الصفوف أنه لا ينسى دوره كمعلم ده مدير المدرسة ما ينساش دوره أبدا كمعلم ويجمع المعلمين في لقاء شهري في ندوات في محاضرات زي ما تسموها ويقرأ آخر ما وصل إليه العلم في مجال طرق التدريس أو في مجال المناهج ويقول لهم إحنا خطتنا هي واحد اتنين تلاتة اربعة ويحط هذه المنظومة لما جبنا ما نسميه بمنظومة تطوير التعليم ومعايير تطوير التعليم وطبقت في كثير من الدول في دول الخليج وفي مصر هذه المنظومة في ظاهرها وفي عنوانها فيما يخص الإدارة بالذات وهي موضوع اليوم شيء راقي جدا 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 ولكن أما بنقوله للناس ومديرين المدارس يقولك دي مثالية أكتر من اللازم لأن تعالى شوف تتكلمون تتكلمون